مرحبا الديوى العدد من روايد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أشاره إلى أنه لشاف أنتوان وبيظهر فيه الشاف عم بينبش بحاوية على الخضار وعم بحطهم بصندوق وينقلهم على السيارة منشوف الفيديو المنتشر سوا أما بـ Trends فتوصلنا مع الشاف أنتوان وبعث لنا فيديو يوضح فيه يلي حضروا اللبنانية على السوشيل ميديا وكل الإشعاعات يلي عم تطلع بانصوار أحب أوضح بس أنه أنا مضبوط أنا لأن عندي جيج 24 طاير وعندي أرانب بالجبل لحد الفيلا يلي هي عندي وعندي مزارع بسوي لكل صيفية الخضرة بدفع حوالي 7 مليون ليرة لأيكل باندورة بلدي وخيار بلدي ومأتي بلدي وفجل ورشاد وركا وبتنجان وبقدونس حتى تبولي ما بيكل غرب من البلدة وكل الناس بتعرف هالشي بضايعته أنا من ألنيا يقول بيحب يطلع لفوق يتأكد ويصور أنا مستعد عمل لهم بيت لجيج مثل كأنه بيت سكن هذا بتشوفوه قدامكم وأنا مسؤول عن كلامي مزبوط أنا بلجمع مرتين بروحها واتع سوق الخضرة بشوف الخضرة يلي بدي كبوه اللي عم بيكبوه بطلع على الجيجات لأنه ما بحب طعميهم فيتامينات لأنه أنا بدي أكل من البيت طبعون يلي هو بيت بلدي طعميهم أمح وكسر درة وكمان طعميهم بس خضرة وفواكي من الاشياء يلي بتكون زي دي من سوق الخضرة طلعهم وإلي الشرف لأكل بيت بلدي وهيك بيكون الإنسان بري يتغزى ويحافظ على صحته تحياتي للجماعة وتحيات لكل اللي بيحبه الشي فانتوان مننتقل لمصر وفيديو للرئيس السيسي خلال مشاركته باليوم الثاني من المؤتمر الوطني للشباب لما أحد الحاضرين قال له كلنا معاك يا ريس لا يرد عليه بضحك ويجيب سيرة رأسة كيكي يلي بمصر حذرت وزارة الداخلية المصريين من أداءة أنا نفزه وإنتو تنفزه خليكوا معاها هي انتعرف لو معايا عاديين أنتو تركابوا العربيات وكيكي وكيكي يا مواندستاري زود البنزين ما تعلقش إيه يا سيدي أقولك إحنا بنعمل كيكي طيب خلاص نعمل كيكي وآخر أخبارنا مع الجمعية الملكية للصحة العامة ببريطانيا يلي عم بتنظم حملة للتشجيع مدمني مواقع التواصل الاجتماعي على استعادة السيطرة من خلال التوقف التام عن تصفح المواقع لمدة شهر كامل مثل دراي جانيوري للمدمنين على الكحول والستوب توبر للمدمنين على الدخان وهالحملة يلي اسمها سكرول فري سبتمبر أو أيلول بلا تصفح تستهدف مستخدمي فيسبوك وإنستغرام وتويتر وسنابشات وطبعا هدف مساعدة المراهقين أكتر شي بتعزيز علاقاتهم الاجتماعية والصحة العامة لهم نصلنا لنهاية الترند يلي فيكن تتابعون على فيسبوك وفيكن تتابعوني على إنستغرام وتويتر لقونا بكرة لأخبار ترندين من السوشال ميديا